حانت ساعة السفر توقعات لسيدة الإلهام ليلة عبداللطيف بتقول حانت ساعة السفر توقعات جديدة وبترفع إيديها بالدعاء وتسقع الجميع بتوقعات صادمة ومزلزلة للغاية لم تكن أبداً في الحسبان وبتقول هذا ما سيحدث بعد أيام أنا مسهلا بيكم أتمنى لو أول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان نكون عيلة واحد لو أعجبكم الفيديو ما تبخلوش بالدعم باللايك توقعات السيدة ليلة عبداللطيف سيدة الإلهام عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات يوتيوب مجموعة قالتها من التوقعات خلال الفترة دي للأيام القادمة حذرت طبعاً ليلة عبداللطيف الشهيرة والغنية عن التعريف واللي كلنا بنتابع فيديوهاتها في الأول والأخير لا يعلم أبداً الغيب إلا الله ولكن كلنا بنتابعها وبنشوف صدق التوقعاتها هتصدق أم لا بتقول إن لبنان زاهب نحو الأسوأ وعلى أكثر من صعيد سواء أمنياً أو سياسياً أو اقتصادياً وتوقعت إن السعر صرف الدولار هيواصل ارتفاعه وقد يتخطى عتبة الخمسين ألف ليرة من الآن وحتى بداية العام الجديد يعني من دلوقتي والحد كمان ممكن السنة الجديدة غير السنة دي ألفين تلاتة وعشر ممكن لحد العام القادم يعني هيستمر السنة كاملة بتتوقع للبنان الأسوأ وعلى أكثر من صعيد بتتوقع للأسوأ للبنان له الأسوأ سياسياً وأمنياً واقتصادياً والمصيبة الكبيرة إنها بتقول إن الدولار هيتخطى عتبات التوقعات كلها وبتقول إن أجواء من الخوف والقلق تسيطر على لبنان خلال الفترة القادمة بسبب الفترة دي الصعبة والقاسية على الجميع اللبنانيين وتنبأت بأن بعض السفرات والكونسليات اللبنانية الموجودة حول العالم هتكون حديث الإعلام خلال الفترة القادمة والجاليات اللبنانية في بعض دول العالم ستقوم بالتظاهر والإحتجاج أمام السفرات اللبنانية بسبب هذا الحدث وبتشير إلى إن مدارس ومستشفيات ستغلق وستغلق أبوابها والأمور ستتحسن في لبنان اعتباراً من يعني النصف التاني ممكن من العام 2023 وعن توقعاتها اللي بتخص الوطن العربي والعالم بتتوقع أن تتجه أنظار العالم لفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية بسبب اشتعال الشارع الأوروبي في عدة تظاهرات واحتجاجات غاضبة بتحمل مشاهد الفوضى والشغب على خلفية ارتفاع الأسعار وبالذات أسعار المواد الأساسية بتتوقع زي ما قلنا كده اشتعال الشارع الأوروبي في عدة دول من أوروبا أهمها تكون فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وهيكون فيه تظاهرات واحتجاجات كبيرة جدا وكلها مليئة بالغضب والعنف بتحمل المشاهد دي فوضى وشغب يعني عنف شديد جدا هيكون كل فوضى وشغب على خلفية أو بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو الغذائية أول أساسية اللي الإنسان بيستخدمها في يومه للأطفال وبتتوقع أن تخيم أجواء حرب في كارة أوروبا وأني أتقرر سيناريو سيناريو يعني اللي حصل العام الماضي يعني الحرب الدائرة هيتقرر أيضا في العام ده في أوروبا وبالذات في دول أفريقية وأسيوية وحذرت انتشار أنواع غريبة من الحشرات هتظهر بالإضافة لظهور حشرة بتشبه النحلة الحد كبير هتغزو الحشرات دي عدة دول عربية هي شبه النحلة ولكنها غريبة هتغزو عدة دول عربية وأجنبية زي الهند وباكستان وأفريقيا وأفغانستان والصين ودول أخرى وبتقول إن الحشرة دي هتشكل خطر كبير جدا على شعوب الدول دي وهيتبين إن المخلوقات الحيوانية الشرسة مصابة بفيروس قاتل وغريب يجعل منها حيوانات خطيرة هتهاجم بعض المناطق القريبة من الغابات وهتشكل تهديد للبشر يعني زي قتل البشر كانت توقعات صادمة جدا لليلة عبداللطيف وبسرعة التوقعات دي تلعت إشعار كتير إن ليلة عبداللطيف تم حبسها وتم القبض عليها بسبب اللي قال يعني إن هي بتعمل بلبلة في الشارع اللبناني وبسبب التصرحات دي أو التنبؤات دي اللي هي قالتها عن بالذات لبنان وأهم وأبرز التوقعات اللي قلناها النهاردة الصادمة هي إن الحرب هتكون موجودة في كارة أوروبا في عدة دول أوروبية وإن نيران التظاهر والغضب هتكون في دول أوروبية فرنسا وإيطاليا ودول عدة بسبب ارتفاع المواد الغذائية والمواد الأساسية اللي بيستخدمها الإنسان في يومه هيكون آآ شعب أوروبا غير قادر على شراءها وهتكون صعبة المنال بسبب ارتفاع الأسعار وهيكون فيه عنف وفوضى وشغب في أوروبا آآ من دمن التظاهرات وهيكون فيه آآ الحرب آآ السيناريو آآ بتاع الحرب روسيا هيتقرر فيه آآ روسيا وأوكرانيا هيتقرر فيه أوروبا بنفس المشاهد القاسية آآ الحشرة الغريبة اللي هتأخذه الأرض وهتكون حاملة الفيروس قاتل وخطير للبشر وإن آآ لبنان آآ سعر الدولار هيرتفع جدا وهيعم فوضى وخراب آآ لبنان هيكون غير آآ قادر على التحمل اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا آآ شكرا جدا لاستماعي آآ الجميع ونتمنى الخير لدول العالم واللبنان وكل الدول شكرا جدا لاستماعكم شكرا جدا لاستماعي 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 شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة